تطبيق The Chefs هم فعلا رهيبين لأنهم رعين للقناة ولكن مش هذا أهم سبب عندهم مصطولهم الخاص للسيارات عندهم مطاعم خاصة وحصرية ما رح تلقاها بالتطبيقات الأخرى كذلك عندهم مزايا رهيبة داخل التطبيق في هدايا في ورود وكذلك تقدر تجدول طلباتك وعشان تجرب تطبيق The Chefs اللي يعمل بالمنطقة الشرقية والرياض وجدة ومكة شف الرابط الموجود بخانة الوصف هذا الرابط خاص فيني كذلك هذا الكود كود راكار رح يعطيك خصم 50% على قيمة توصيل الطلب يا جماعة لا تقصرون حملوا تطبيق حتى لو ما كان يشتغل عندكم بس يعني بيضوا الوجه قدام الجماعة وزي ما جرت العادة في بداية مقاطع أفلام مسلسلات الشهر أتكلم عن الأفلام والمسلسلات اللي شفتها الشهر الماضي وندردش شوي مع بعض ونشوف وش الأفلام والمسلسلات اللي انتم شفتوها بالنسبة لي أنا شفت مسلسل مسامير محافظة مسامير اللي نزل على نتفليكس ومسلسل Resident Evil اللي كذلك نزل على منصة نتفليكس والآن قاعد أنتظر نهاية مسلسل The North Water عشان أعرف هل يستحق المشاهدة ولا ما يستحق المشاهدة وأسحب إليه فإذا انت شفت هذا المسلسل يلي تتشاركني رايك تحت مبدئيا عن هذا المسلسل أما من ناحية الأفلام فشفت فيلمين فيلم The Tomorrow War وفيلم Black Widow وللأسف فيلم Old ما نزل عندنا بالسينما وكذلك فيلم The Green Night ما نزل عندنا بالسينما وإلى الآن مواضح متى راح ينزل عندنا بالسينما عموما يا جماعة شاركوني رأيكم تحت بالمسلسلات والأفلام اللي شفتوها الشهر الماضي مهتم جدا أعرف أنتم وشفتوا الشهر الماضي والآن خلونا نبدأ مع مسلسلات شهر أغسطس العنوان الأول معانا مسلسل جديد من عالم ماربل السينمائي بعنوان What If أو ماذا لو وهذه المرة animation قادم بتاريخ 11 أغسطس المسلسل يعتبر من أعمال المرحلة الرابعة بعالم ماربل السينمائي هذا المسلسل مكوّم من 10 حلقات وحسب IMDB راح يكون في موسم ثاني من هذا المسلسل وقصة المسلسل واضحة من العنوان ماذا لو أوتف ماذا لو هذا الحدث ما صار وش راح يصير ماذا لو هذه الشخصية ما ماتت وش راح يصير والكثير من الأحداث البديلة اللي راح نشوفها في هذا المسلسل التساؤلات كثيرة تقودنا لعالم مجنون وأحداث مجهولة ويمكن تضع النقاط على الحروب كل أمانة ما أنا بمتحمس مرة لهذا المسلسل بنتظر أول حلقة حلقتين ثلاث حلقات بشوف ردود فعل الناس إذا كانت ردود فعل الناس إيجابية ممكن أتابع المسلسل إذا كانت ردود فعل الناس بين وبين بخليه لين ما ينتي وبشوفه مرة وحدة العنوان الثاني معنا مسلسل دراما وكوميديا قادم من منصة أفل تيفي بلس بعنوان مستر كورمان راح ينزل بتاريخ 6 أغسطس تدور أحداث هذا المسلسل حول رجل يدعى مستر كورمان هذا الرجل كان من الممكن أن يصبح نجم في سماء عالم الروك لو لحظوا العاثر اللي وصلوا لأن يصبح معلم بمدرسة فهذا الرجل يكافح من أجل العثور على معنى السعادة الحقيقي في هذه الحياة التعيسة اللي هو قاعد يعيشها كل أمانة شفت التريلر وأعتقد أني ممكن أتابع هذا المسلسل وأعتقد أنه ممكن يكون مفاجأة في شهر أغسطس المسلسل من كتابة وإخراج وبطولة الممثل الرهيب جوزيف جوردين المسلسل الثالث معنا مسلسل جريمة وكوميديا مقدم من FX بعنوان Reservation Dogs قادم بتاريخ 9 أغسطس وتدور أحداث هذا المسلسل حول أربعة مراهقين أو أصدقاء من سكان أمريكا الأصليين أو ما يعرف بالهنود الحمر نشأوا مع بعض بمجتمع خاص بصراحة هذه المعلومات اللي أعرفها عن المسلسل وبكل أمانة اللي خلاني أذكر هذا المسلسل بهذه القائمة هي المشاهدات العالية للتريلر العمل سواء في تويتر أو حتى في اليوتيوب ممكن يكون مسلسل رهيب ما أدري ولكن قلت ليش لا ما أذكره المسلسل الرابع معنا مسلسل عربي درامي قصير من إنتاج منصة نتفليكس بعنوان مدرسة الروابي للبنات قادم بتاريخ 12 أغسطس وتدور أحداث هذا المسلسل حول مجموعة بنات شريرات في مدرسة البنات الشريرات يتنمرون على بنت مسكينة البنت المسكينة تقرر أنها تنتقم من البنات الشريرات قصة مسلسلات مراهقين وصراحة القصة خلتني أكش شوي من المسلسل مريم متحمس بالعكس أحس أنه رح يطلع كرينج مع ذلك مع ذلك مع ذلك لازم ننتظر ونصبر ونشوف المسلسل ممكن يفاجئنا ولكن كل المؤشرات تقول أن المسلسل حيكون مسلسل كرينج ومسلسل سيئة ننتظر ونشوف العنوان الخامس معنا واحد من المسلسلات اللي رح أحرص أني أشوفها هذا الشهر لأنه مسلسل شدني شوي مسلسل دراما وكوميديا من إنتاج منصة نتفليكس مسلسل قصير مكون من سبع حلقات فقط بعنوان The Chair قادم بتاريخ 20 أغسطس تدور أحداث هذا المسلسل حول سيدة تصبح عميدة كلية اللغة الإنجليزية المتهالكة الموجودة في جامعة مرموقة هذه السيدة تعمل تحت الضغط وتعمل بظل وجود عقبات كثيرة وفي ظل وجود أعين تترصد لها في هذا المنصب المهم بكل أمانة واحدة من المسلسلات اللي متحمس لها ليسببين السبب الأول أنه من بطولة ساندرا أو والسبب الثاني أنه مدة كل حلقة تقريبا 30 دقيقة والمسلسل ككل 7 حلقات فقط العنوان السادس معنا مسلسل دراما وغموض وتشويق من إنتاج منصة هولو بعنوان 9 Perfect Strangers قادم بتاريخ 18 أغسطس تدور أحداث هذا المسلسل حول 9 غرباء يجتمعون في منتجة فاخر للإسترخاء ولكن يتفاجأون أنه أساليب الإسترخاء اللي معمول فيها بهذا المنتجة سليب غريبة ومثيرة للريبة فكيف راح يتصرفون المسلسل من بطولة نيكل كيدمن وعدد من النجوم وقد يكون من أبرز مسلسلات هذه السنة أما المسلسلات اللي راح ترجع بأجزاء جديدة في هذا الشهر الجزء الثاني من مسلسل C قادم بتاريخ 27 أغسطس والجزء الثاني راح يكون في إضافة وهذا الإضافة هو الممثل صديق اللي سويت معه لقاء ديب باتيستا كذلك الموسم الثالث من مسلسل تايتنز قادم من منصة HBO Max الموسم الأخير من مسلسل موت السائرون آه يا هذا المسلسل والله يعيشت معه أيام جميلة جدا وراح أرجع أتابع هذا المسلسل عشان أعيش الختام مع فانز الموت السائرون قادم كذلك بتاريخ 22 أغسطس راح يكون حلقة كل أسبوع وبالأخير مسلسل بروكلين 99 موسم الأخير كذلك قادم بتاريخ 12 أغسطس وبعد ما خلصنا فقرة المسلسلات يلي تتشاركني تحت بخانة التعليقات المسلسلات اللي ودك تشوفها في هذا الشهر وكذلك المسلسلات اللي غابت عن بالي وما ذكرتها بهذه القائمة أما الآن خلونا نبدأ مع فقرة الأفلام الفيلم الأول معنا واحد من الأفلام المنتظرة هذه السنة فيلم قادم من DC بعنوان The Society's Quad راح ينزل في السينما السعودية بتاريخ 5 أغسطس وحسب ما أعرف أنه هذا الفيلم غير مرتبط بأفلام عالم DC بمعنى أنك تقدر تدخل السينما وتشوف هذا الفيلم ورح تفهم القصة بالكامل الفيلم مدجج بالنجوم وتقييمات الفيلم إلى الآن تقييمات مرتفعة ومبدئيا أنا حاجز 5 أغسطس الساعة 12 في سينما الأحساء مول تكفون يا جماع اللي يروح للسينما هذيك نخفف شوي من سالفة الفلاشات لأن والله الموضوع يعمي فأشوف الفيلم ونسوي المراجعة بعدين الفيلم الثاني معانا فيلم أكشن وكوميديا وخيال علمي قادم لصالات السينما السعودية بتاريخ 26 أغسطس بأنوان Free Guy قصة الفيلم مثير الاهتمام على الأقل مثير الاهتمام بالنسبة لي الفيلم عن شخص يكتشف أنه داخل لعبة عالم مفتوح وأنه هو الشخص الحقيقي الوحيد داخل لديك اللعبة الفيلم الثالث معانا فيلم بايوغرافي ودراما وموسيقى بعنوان Respect قادم لصالات السينما هنا في السعودية بتاريخ 19 أغسطس تدور أحداث الفيلم حول مسيرة النجمة أريتا فرانكلين وعن مسيرته من لما كانت طفلة تغني بكنيسة والدها حتى أصبحت نجمة بسماء الفن الفيلم من بطولة الأوسكارية جينيفر هودسون الفيلم الرابع معانا فيلم أنيمي مبني على عالم The Witcher ولكن ما لعلاقة بيوم سلسل The Witcher ما لعلاقة مباشرة الفيلم قادم من منصة نتفليكس بتاريخ 23 أغسطس بعنوان The Nightmare of the World هذا الفيلم يتناول قصة فيزمير فيزمير اللي راح نشوفه في الجزء الثاني من مسلسل The Witcher فيزمير هو معلم جيرالت أوف ريفيا وهذا المسلسل يتناول بعض الأحداث المهمة اللي صارت في كير مورهيد بالمناسبة أنا شفت الفيلم تقريبا قبل ثلاث أسابيع وما أقدر أعطيك رأيي وكذا مراجعة الآن بخلي المراجعة لين ما ينزل الفيلم ولكن 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 خلوني أقول لكم نقطة بسيطة حول هذا الفيلم توقعاتي كانت هنا الفيلم كان هنا باختصار الفيلم جيد ويستحق المشاهدة وإذا نزل راح تكلم عنه أكثر الفيلم الخامس معنا فيلم أكشن وجريمة ودراما من إنتاج منصة نتفليكس بعنوان بكت قادم بتاريخ 13 أغسطس وتدور أحداث هذا الفيلم حول سائح أمريكي في اليونان يتعرض لحادث سيارة ويكتشف أنه داخل في قلب مؤامرة سياسية فكيف يهرب منها الفيلم من بطولة جون ديفيد واشنطن ولد دنزل واشنطن الفيلم الأخير معنا فيلم غموض وخيال علمي يعتبر واحد من الأفلام الثقيلة اللي راح تنزل في هذا الشهر فيلم رومينيسنس قادم بتاريخ 19 أغسطس وتدور أحداث هذا المسلسل حول محقق خاص يكتشف تقنية يستطيع من خلالها الولوج لذكريات العملاء فيبدأ بالبحث عن ذكريات مظلمة خاصة بحبيبته شيء معقد صراحة شوي ويذكرني بنسبشن على خفيف ولكن المتحمس صراحة لهذا الفيلم لعدة أسباب لعل من أهمها أنه من بطولة هيو جاكمن وريبيكا فيركسون والمهم يا جماعة أنه فيلم Don't Breathe الجزء الثاني إلى الآن مواضح هل راح ينزل عندنا بالسينما هذا الشهر أو لا كذلك فيلم The Green Night مواضح هل راح ينزل عندنا بالسينما هذا الشهر أو لا والأديد من الأفلام صراحة اللي مواضح هل راح تنزل عندنا بالسينما هذا الشهر أو لا ولكن ما لنا إلا نصبر على موجزعي الأفلام الموجودين عندنا في السعودية إلى هنا وصلنا لنهاية مقطعنا يا جماعة شاركوني تحت آرائكم وش المسلسلات والأفلام اللي متحمسين أنكم تشوفونها في هذا الشهر وش المسلسلات والأفلام اللي ما ذكرتها ورح تنزل في هذا الشهر لايك إذا أجبك في المقطع اشترك بالقناة إذا ما كنتم يشترك وفعل جرس التنبيهات اشتركوا في التابعين على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر و سناب و انستجرام و بيتو و تويتش كان معكم راكان نشوفكم المقطع الجاي السلام